إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإنه ذكر الحميرة في سوره وآياته خمس مرات تعالوا كي ننظر في آيات القرآن في سورة النحل في الآية الثامنة بعد البسملة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة هذه الآية جاءت في سياق آيات تتحدث عما خلق الله من نعم أنعم بها على العباد إذا رجعنا إلى الآيات السابقة من سورة نفسها خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الحديث هنا عن الحمير الحيوانات فإن الله يعد الحمير الحيوانات من النعم التي أنعم بها على الإنسان السياق واضح هنا ذكر القرآن الحمير فإن القرآن هنا يتحدث عن الحمير الحيوانات والذكر هنا للحمير في مقام المدح لأن الله يعدد نعمه على العباد فمن جملة هذه النعم والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة وجاء في سورة البقرة ذكر الحمير عبر حمار عزير إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها عزير النبي وكان يركب حمارا فمات عزير ومات حماره أماته الله أمات الله عزيرا وأمات حماره وبعد مئة من السنين بعثه الله فرجع عزير ورجع حماره أيضا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام إلى عظام الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فجاء ذكر الحمار هنا عرضا إنه الحمار الحيوان الحمار الذي كان يمتطيه عزير النبي مصداق للآية الثامنة بعد البسملة من سورة النحل حيث ذكرت الآية في سياق الآيات التي تعدد نعم الله على العباد وذكرت الحمير ومصداق عملي ها هو عزير النبي يركب الحمار فذكر الحمار هنا جاء عرضيا لأن الحديث عن موت عزير وعن عودته للحياة في جملة هذه الواقعة هناك حمار هو حمار عزير غاية الأمر هو حمار حيوان عزير كان يركبه لا يوجد شيء بخصوص الحمير الحيوانات لا يوجد شيء من ذنب من قدح لأن الله خلق الحمير الحيوانات بهذه الهيئة وبهذه الكيفية قلت لكم من أن الله في قرآنه تحدث عن الحمير خمس مرات في سورة النحل مرة في سورة البقرة مرة وفي هاتين المرتين تحدث عن الحمير الحيوانات لكن ما بقي من الآيات التي ورد فيها ذكر الحمير فإن الحمير هم الحمير البشر وما هم بالحمير الحيوانات إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة الجمعة إنها الآية الخامسة بعد البسملة آية ذكرت الحمير ذكرت الحمار الحديث هنا عن عن الحمير البشر مقصود الآية هو هذا مقصود الآية أن رجال الدين في المجموعة الثانية هم حمير حمير بشر سورة الجمعة قسمت رجال الدين إلى مجموعتين مجموعة رجل الدين الإنسان الحديث عن هذه المجموعة في الآية الثانية بعد البسملة يتلو عليهم آياته هذه المجموعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته إنها آيات الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير ولكنهم الآن على منطق الأمير وهذا هو رجل الدين الإنسان وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا على منطق الحمير مثل الذين حملوا التوراة إنها الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار هنا هو الحمار الحيوان لكن الآية لا تتحدث عن الحمار الحيوان هذه الصورة التقريبية إنها تتحدث عن الحمار البشر فرجال الدين هم الحمير البشر وإذا ذهبنا إلى سورة المدثر إنها الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة وما بعدها فما لهم فما لهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الحديث في اللفظ عن الحمير الحيوانات لكن الآية تجعل مقصدها تجعل مضمونها في الحمير البشر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاستراباد وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة السادسة والثلاثين بعد السبع مئة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة منها وقوله وقوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قال يعني كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته الحديث الحديث الحمير الوحشية عن الحمير الحيوانات لكن المضمون الأصل في الآية حديث عن البشر عن البشر الحمير يعني يعني وهم وهم على دين الطوسي وحينما يسمعون بدين العترة الطاهرة فإن قلوبهم تنفر من هذا الدين تنفر من هذا الدين هؤلائهم هؤلائهم لماذا لأنهم يتمسكون بمنطق الحمير وهذا هو الفارق بين منطق الأمير ومنطق الحمير ووفقا لذلك يتشكل موقف الضمير فيلتبس على الإنسان ويضيع الإنسان وهكذا يتردد في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص مراجع الشيعة علماء الشيعة والشيعة ضلوا وأضلوا ضلوا وأضلوا هناك ترابط واضح جوهر هذا الترابط هو التمسك بمنطق الحمير لو أن شيعة تحترم عقلها لو أن الشيعة يبحثون عن الحقيقة بأنفسهم بعيدا عن أولئك المعتوهين بعيدا عن أولئك السفهاء مجموعة من الشياب العجزة الذين لا يمتلكون ثقافة حقيقية ولا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة إما أن يتحدث متحدثهم كي يتأتئ في الحديث وهذه وسيلة عملهم نحن لا نعتب على النجار إذا ما تأتأ في حديثه وإنما نعتب على النجار إذا ما كان لا يعرف استعمال المنشار ولا يعرف أنواع الخشب ولا يعرف أنواع المسامير ولا يعرف أنواع الأصباق ولا ولا التي يستعملها في عمله لكننا لا نعتب عليه أن يصيبه العي حينما يتكلم أما رجل الدين فإن آلة عمله لسانه فإما أن يتحدث أو يتأت أتحدث عن آيات الله العظمى وإما أن يكون مهرجا إذا ما نظر الناظر إليه فأول شيء يصدر من الناظر أن يسخر منه أن يضحك عليه وإما أن يكون كالصنم كالجدار لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه صاموت لا موت هذا هو حال هؤلاء المتعوسين المنحوسين الذين يقال لهم بأنهم نواب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه فإذا كانت الشيعة تأخذ دينها من هؤلاء وأمثالهم قطعا حينما يسمعون دين العترة الطاهرة ستكون قلوبهم نافرة نافرة هؤلاء هم فما لهم عن التذكرة معرضين لماذا يعرضون عن معارف أهل البيت فما لهم عن التذكرة معرضين الإمام الصادق يقول يعني بالتذكرة ولا يتأمير المؤمنين إنها بيعة الغدير إنها ثقافة الغدير فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق نفرت عن الحق إنهم يريدون الدين الطوسية اللعين لماذا لأن ضمائرهم انطمست انطمست لماذا انطمست لأنهم تمسكوا بمنطق الحمير وهذا أدى إلى أن تتبلد ضمائرهم لا تستشعر الحق وحتى إذا استشعرت فإنها لا تملك دافعا باتجاهه تبقى على ما وجدت من دين ورثته من الآباء والأجداد إنها الدوامات التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة دوامة التمسك بدين الآباء والأجداد على ضلاله ودوامة الرئاسة أكان الشيعي طالبا للرئاسة أم كان مرؤوسا يصنم الرؤسة كل هذا مر علينا وهذه الموضوعات مترابطة هذه ثقافة واحدة هذه ثقافة العطرة الطاهرة وهذا هو منطق الأمير وأنتم قايسوا بين هذا المنطق وبين ما يحدثونكم به عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو عبر المساجد والحسينيات قارنوا بين هذا المنطق الذي هو منطق الأمير مبادئه أسسه آيات بتفسيرهم وأحاديث بتفهيمهم وكل شيء أمام أعينكم قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الحمير الذي تملؤون رؤوسكم به حيث تتقيأ المرجعية عبر وكلائها وخطبائها وفضائياتها ومؤسساتها حيث تتقيأ بخرائها في رؤوسكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر